سأزورك في اللوكيشن شوفنا هو بيعملك الكلاكات كمان ده سنة الكلمة ده يعني ده خوية كبير يعني ده ده أكتر حد يعني قريب مني في الوسط ده يعني ده خوية طبعا فاجي يزارني طبعا وهو رجل محترم وما تخليش زيارته ليا طبعا فرقت معي قدقي لما أحمد سأق يجيلي لوكيشن ما تخليش انه فرق ازاي مع كل الناس اللي بتشغل حتى ورا الكاميرات ببسط ان أحمد سأق موجود وقف في وسطي وياخد كلاك وبتا هو رجل رجل محترم عشق كده ربنا بيكرمه يعني ابن حلل قوي ربنا يبرك إن شاء الله طبعا انت طالع معاك كمان في الفيلم أنا شايفاك هروب التراري أنا شايفا هنا زابط وبعد كده في العيد هاشوفها رامية التغيير جامد قوي لا أنا عامل حاجة حلوة طبعا في الفيلم إن شاء الله مع أحمد السقة طبعا وأحمد خالد موسى مخرج طبعا عبقري يعني فظيئة وعمل حاجة فظيئة جدا وإنتاج السبكي رجل محترم جدا شركة أول مرة عمل معاها بصراحة بس بصراحة بس بصراحة أتبسطت في شغل مع السبكي جدا جدا والفيلم بصراحة يطلح حاجة حلوة قوي يعني أعتقد 2017 فيها قرارات مختلفة تماما أنت عن الخط وقبل كده في أعمالك الفنية أه طبعا أكيد 17 اللي إحنا فيها مختلفة طبعا أه مختلفة طبعا يعني المسلسل حاجة مختلفة غير لنا عملتوا قبل كده والفيلم منبقى لي كتير جدا ما عملت السلمة وكنت مستني حاجة كويسة أدخل فيها ما لقيتش أحلى أو أحسن إن أنا أدخل مع النجمة من السبكي بصراحة